أعسى طلبة الصف الثاني قسم تقنيات التحليلات المرضية ومختبرات الطبية محاضرتنا اليوم عن الأوالي The ProtoZoa شعبة البروتوزoa ممكن تصنيفها إلى أربعة تحت أخسام طبقا إلى طريقة المشي أو الحركة المجموعة الأولى The Amovia اللي هي الساركودينا هذه تتحرك بواسطة الأقدام الكاذبة المجموعة الثانية اللي هي الفلاجلات الماستيغوفورة هذه تتحرك بواسطة أصوات طويلة تشبه الخيوم تتحرك بواسطة صفوف من الأهداب التي تضرب أو تعمل ما يشبه الموجات الحركات الموجية فتؤدي بالنتيجة إلى تحركها إلى الأمام أو إلى الخلف يميناً أو يساراً بأي اتجاه من الاتجاهات هذه السيليات سموها أيضاً المهدبات المجموعة الرابعة اللي هي البوغيات The Sporazoon The Sporazoon تفتقر إلى أي عضو من أعضاء الحركة ولكن ممكن أن الأصوات الاسبورات أو الأبواغ اللي موجودة بداخلها تنفجر وتتجه بالاتجاهات المختلفة هذه المجموعة صنفت طبقاً لطريقة الحركة The Valium Protozoa Classified into Four Subdivisions According to the Methods of Locomotion Locomotion يعني الحركة طبقاً إلى طريقة الحركة وممكن أيضاً أن تصنف البروتوزوة طبقاً إلى درجة الإمراضية فالبروتوزوة ممكن أن تكون باثوجينيك ممرضة وممكن أن قسم مجموعة أخرى منها تكون نام باثوجينيك زيان كومنسالز غير ممرضة وهناك مجموعة أخرى تكون عادة الإمراضية مالتها عرضة إلى النقاش قسم من الباحثين يقول بأنها هذه ممرضة قسم الآخر يدعي بأنها غير ممرضة فحسب الوضع whose pathogenicity are debatable البروتوزوة بشكل عام جنرالي most parasites البروتوزوة inhuman في الإنسان عادة ما يكون حجمها أقل من 50 ميلي مايكرون وقسم منها تكون كبيرة قد تصل إلى 150 ميلي مايكرون مثل البروتوزوة البروتوزوة عادة ما تكون يونساليورة وحيدة الخلية إيوكاريوز أو تكون حقيقية النواد الإيوكاريوز عادة ما تكون النواد داخل ممبرين داخل غشاء قسم منها تحتوي على الكاريوزوم أو اللي نسميه إحنا إندوزوم الإندوزوم يفتقر إلى وجود دي أن أين خاصة بالأميبات المتطفلة وأيضا موجودة بالتريباناسوم الترانسميشن أهم شي تركزون عليه الترانسميشن أو طريقة الانتقال أو العدوى موصلي بيرسن تو بيرسن عادة ما يكون شنو مثل ما شرحنا طرق الانتقال للطفاليات من شخص إلى آخر عبره أيضا خلال الباب بيكل أو روتز بيكل كونتميناتيد فود أو ووتر من خلال المياه والأغذية الملوثة ببراز الأشخاص المصابيين أو قد تنتقل الوسائل الأخرى عن طريق الطرق الجنسية عن طريق الطرق الجنسية قسم منها ينتقل بالإنسكت بايتس أو الإنسكت فيسيز من خلال العفوات أو لساعات الحشرات أو من خلال الإنسكت فيسيز يعني براز الحشرات اللايف سايكل عادة دورة الحياة سمو بروتزوة ها في لايف فيسيز ألترنيتين بتوين بروليفيرا ستيت اللي هي التروفوزوات ودورمن سيست دائما تكون ما بين السيست أو الطور الكيسي المتكيس والطور شنو الناشط التروفوزوات الآز سيست كالطور الكيسي البروتزوة ممكن أن يعيش تحت ظروف هارش كونديشن ظروف صعبة مثل التعرض إلى الاكستريم تنبريتر إلى درجات حرارة متطرفة أو إلى الهانفول كيميكالز إلى المواد الكيميائية الخطرة المؤذية أو إلى التعرض إلى فترات طويلة من الجوع من غير التعرض إلى أي نوع من الأغذية والشراب أو الأوسيجين ولفترة طويلة من الزمن كسيست ممكن أن الطفيل يمر بهذه الحالة ليمر عادة ظروف صعبة خارج جسم الهوست أو العائل وممكن أن هذا الطور يمكن من الانتقال من شخص أو من عائل إلى آخر عندما تكون البروتوزوة على شكل تراف عادة تكون متغذية في هذا الطور والتغذية مالتها يكون نشط الكمبرشن أهم شيء عندك تركز عليه الكمبرشن التحول التراف إلى سيست إلى شكل السيست يعرف هذا النوع يسمى ك انسيستيشن يعني من أطرب من عندك الانسيستيشن شنهو الانسيستيشن اللي هو التكييس اللي هو الكمبرشن أو التحول التراف إلى الانسيستيشن الانسيستيشن البروتوزو البروتوزو تتأثر بمجموعة من العوامل التي تؤثر على انتشارها وعلى حياتيتها من هذه العوامل البيئية مثل ما ذكرت لكم سابقا الانسي الكونسيستيشن أو تركيز كلوريد السوديوم وكذلك البي اتش وكذلك درجات الحرارة والأكسجين ركوايرمنت أو متطلبات أو احتياجات البروزو من الأكسجين ولذلك نشوف قسم من الطفليات تعيش في بيئات مالحة قسم منها تعيش في بيئات قليلة الملوحة قسم تعيش في حمضية قسم يعيش في قاعدية قسم يعيش في درجات حرارة مرتفعة قسم يعيش في درجات حرارة منخفضة احتياجات للأكسجين مختلفة من طفيل إلى آخر فيجب أن نأخذ بنظر الاعتبار تأثير هذه العوامل على حياتية وبقاء البروتوزوة والبروتوزوة طبعا البروتوزوة ممكن أنه يعني نقدر ندخل إلى نقطة الضعف مالتها ونحاول أن نخضي عليهم هناك مجموعة من العوامل التي تركزوني على هذا الموضوع التي هي الـ Diagnostic Features ما هي الصفات التي من خلالها نقدر نميز ما بين كل نوع وآخر أولاً تركيب النواة والحجم تكون عادة مساعدة في تحديد أو تشخيص الأورغانيزم وأيضاً تركيب النواة ويحتوي على الكروماتيز بارس ورنة ورد بلد سيلز تحتوي عليهم من محتويات السايتو بلازم على الفوت فاكيولز تحتوي على بكتريا لو على خمائر لو على كريات دام الأبيرنس أوب سايتو بلازم عادة أما أن يكون سموث ناعم أو نظيف أو قد يكون باكيوليتد قد يكون يكون شوية بنوع من الضبابية نتيجة لإحتواء على بعض المواد التايف أوب موتاليتي هذا مهم هل هي دايركشنال أو نان دايركشنال هاي موجهة لو غير موجهة بطيئة أو سريعة هذه عوامل ممكن من خلالها أو هيئات ممكن من خلالها أن الميز ما بين كل نوع وآخر التغذية عادة ما تكون الطفليات مختلفة التغذية ولكن بشكل عام تحتاج إلى الأورغانيك ماتيريال قد تكون بارتكلز أو على شكل جزيئات أو على شكل سوليوشنز هذه الريبرودكشن حدثنا عنها سابقا أما أن يكون أسكسول غير جنسي أو قد يكون في بعض الأحيان جنسي ولا جنسي كما في الأبي كومبليكسة أو الميديكال أمبورتنس ذات الأهمية الطبية الطفليات أو الأوالي ذات الأهمية الطبية عادة ما تتكاثر بالطريقتين التريتمينت لمجموعة الأوالي بشكل عام عادة ما يكون باستخدام الفلاجل الفلاجل هذا هو اللي موجود بالأسواق لمكافحتها يعني من خلال هذا الشرح البسيط للمحاضرة ممكن أنه أنتم تعدون بعض الأسئلة وطلعون بعض الأسئلة للأشياء اللي اتحدفت عنها قبل القليل يعني أتمنى لكم النجاح والموافقية ترجمة نانسي قنقر